اهلا بيكم معانا مرة تانية في البيت الكفير هنكمل مع الاستاذ اهاب فقارتنا او حلقتنا عن قانون التصالح اهلا بيكم مرة تانية استاذ اهاب دلوقتي انا مجليش محضر مخالفة ولا حد قال ان انت مخالف اروح اتصالح اروح اسلم اروح اقولهم انا هو تعالوا خدوا مني فلوس ولا افضل كده قاعد لا لازم تقدم طلب التصالح ليه مش معنى ان الحي او اللي هم مسؤولين عن تحرير المحاضر اغفلوك اغفلوك ما عملولكش محضر ده مش معنى انك ما تقدمش طلب التصالح لان طلب التصالح ده بيقدم لكل مخالف انت معاك رخصة ولا ما معاكش لو معاك رخصة خلاص ما تقدمش معاكش رخصة يبقى لازم تقدم اتحررت لك مخالفة ما تحررتش مخالفة انت لو معاك رخصة هي ده الفايصر في الكلام لو معاك ترخيص وباني طبقا للقانون خلاص معاك ترخيص وباني ومخالف معاك ترخيص وباني ومخالف تقدم طلب التصالح على الجزء المخالف انت عملت يعني العقار عشرة دوار انت معاك رخصة بست دوار تعمل تصالح على الاربع تدوار اللي هما مخالفين لان انت بعد كده هتحتاج لهم مرافق المرافق ديت عشان تخش لازم يبقى وضع الشقة سليم مية في المية من ناحية القانونية يبقى النهاردة لو انت الشقة دي مخالفة مش هيخش لها مرافق لان الدولة هتلجأ فيما بعد والكلام ده يعني هيجي وقته زي بيقوله هتلجأ لان هي تقطع المرافق عن الادوار المخالفة اصبحت النهاردة عشان كده بنقول للي بنى قبل 2008 وعنده حق في ان هو يبني درو اتنين تاني وبنقرر يبني درو اتنين تاني وهيستفيد يقدم طلب تصالح عشان يقدر يدخل مرافق ويستفيد من الادوار اللي هي مسموح بيه لها ان هو يبني بيه في ظل قبل قانون 119 لسنة 2008 ومش هيبقى مرتبط بان هو قبل 2008 ولا بعد 2008 لانه كده كده هيستفيد من قانون التصالح طيب هو القانون التصالح فيه فرق ما بين المحليات والاماكن اللي فيها مخالفات الخضع على اجهزة المدن الجديدة لا المدن الجديدة دي لها قصة محن فيها مخالفات ثانية هل هي خضع على قانون التصالح اه قلوا خضع على قانون التصالح مفيش حد مش خضع على قانون التصالح طالما في مخالف بناء وتم مخالفة قانون يعمل التصالح هو قانون صدر اصلا اسمه قانون تصالح يعني ايه تصالح تقنين أوضاع أوضاع مين المخالفين تمام المحليات غير اجهزة المدن الجديدة كل بدام انت النهاردة حضرتك مخالف تخضع للقانون وتطبق عليه زي المحلية زي المدن أو الأماكن اللي بتخضع للمحليات كلهم بيخضعوا للقانون ما فيش النهاردة مش هافصل مجموعة وحط مجموعة تانية أو أتعامل مع القانون قاعد عامة مجردة لكل كل من خالف كل من خالف دي حط تحتها ميت بنت خالف بقى دور خالف في رأس مهندسي خالف أي حاجة مخالفة يتم تقنين الأوضاع عن طريق قانون التصالح وتقييمها بيخضع للمحافظ اللي اتبع عليه المدينة أو اتبع عليه المنطقة المحافظ هو رئيس لجنة التقييم والتسعير اللي هي اللجنة التانية في قانون 17 لسنة 2019 ده اللجنة دي هي المسؤولة عن تقييم الأسعار وتحددها على جميع المحافظة كل واحد ليه محافظة بيشتغل عليه محافظتك بتقسمها وانت قادر به دي منطقة حضرية دي منطقة عشوائية دي منطقة منتزمة منظمة دي خضعة للحيز العمراني خارج الحيز العمراني لان فيه أماكن خارج الحيز العمراني لا يجوزت صالح فيه فيه أماكن في المحافظة نفسها لا يجوزت صالح فيه اني هسأل حاجة في السؤال ده كشخصي بقى كاني كرأي شخصي بعيدا عن كونك محامي في احنا في اتجاه للدولة ان هي بتحارب العشوائيات او بنحاول ان احنا نطور العشوائيات لاماكن تانية هو معلش هو سؤال يعني برا الموضوع بس هو رأيك الشخصي يعني طب هو قانون التصارح ده هيعمل تثبيت للمناطق العشوائية يبقى انا كده ضد اتجاه الدولة في مقاومة العشوائيات بص حضرتك انت النهاردة عندك شارع يعني مناطق عشوائية زي شبرا الخيمة دي منطقة انا فالمنطقة دي خلاص ابنى فيها في شارع عرض 4 متر البرج 11 دور مش هتقدر تهده مش هتقدر تزيله كرسة هتهز مراكز قانوني بس انت النهاردة عندك في مشكلة تانية ان الحي مش قادر يدخل مرافق لل11 دور وعندك ما يسمى مفيش بنية تحتية اصلا اه مفيش ولا صرف الصحي ولا كهرباء ولا ميا ولا غاز اعباء كبيرة جدا 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 على الدولة فالدولة تعمل ايه لو جات النهاردة عشان تزيل الاماكن دي صعبة جدا انت كده بتشرد الناس في الشارع لا يبقى انا النهاردة اعمل اقنلهم الوضع ووقف لحد كده يعني ايه اوقف خلاص مفيش حد هيبني تاني فالقائم هعمل له تصالح وقنل له وضعه ويبقى عندي زيداتة عند المنطقة دي فيها كذا برج فيها كذا فيها كذا فيها كذا وابدأ اجيب صاحب البرج وحزبه تعال انت بني 11 دور 10 دور 15 دور تعال بقى قدم لي طلب تصالح وعندك 20 شقة في العقار مساعة الشقة 100 متر ادفع عشان تاخد مقابل الدفع ده حضرتك قلت ان فيه كحول الكحول ده كارسي قبل ما نكمل بحدك عرفت لنا تعريف فعلي عشان الناس تعرف يعني ايه كحول احنا نسمع دلوقتي كتير اوي كلمة كحول 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 ايه هو الكحول ده الكحول ده حضرتك ببساطة كده بعيدا عن القانون يعني بعيدا عن القانون شخص تعريف النفس ممعهش فلوس يعني بمعنى صح ما ظروفه الاقتصادية سيئة بيستغل لها صاحب الارض اللي هي ابني برج وبيجيبه بيكتب له الارض باسمه ويطلع الترخيص باسمه ده لو طلع ترخيص وعلى ضوء الترخيص والورق ده بيمضيه حاجة اسمها ورق الضد وبيدي له مبلغ من المال لا يتجاوز عشر تلاف جنيه وتبدأ المحاضر كلها تبقى باسم هذا الشخص الغلبان التعبان الطماع اللي خد عشر تلاف جنيه وراضي على نفسه انه هو يلاحق قضائيا تلاقي عليه عشر محاضر خمستاشر محضر كل المخالفات بتاع العقار باسم صاحبنا الكحور صاحب العقار بقى يتولى هو الصرف على القضايا لحين الانتهاء منه فيه تصالح فيه اي كلام دلوقتي بيعملوا ايه بيروحوا جايين واخدين الشخص ده وعملين تصالحات باسمه عشان ينهو الملاحقات القضائية اللي ليه لان الجديد بقى انه هو بيحسوا عن الكحول لا ده بقى يبحسوا عن صاحب العقار اللي هو الباني اللي هو البانى اللي هو صاحب المرمى زي بقولوا بالعمية كنت يعني اللي مثلا بيعملوا تحريات ويبتدوا ويصالوا من صاحب اي من اصل الناب اهاب هو اللي بانى وجاي بكحول خلاص تعايا عم اهاب انت بقى اللي ايه باسمك الكلام ده ويتبدأ تحاسب عليه هم بقى يلحقوا نفسهم دلوقتي يعملوا ايه حاجة من الاتنين يا يقدم طلبات تصالح باسم الكحول يا اما الكحول يلجأ انه هو يعمل محضر يقول انا ما عرفش وفي اغلب الاعم دلوقتي يقول لك ايه انا ما عرف ما تعرفش ازاي وانت عامل الورق باسمك ومقدم على الرخصة باسمك وكل حاجة باسمك صحيح فاصبح انه هو بيحاول يهرب من الجزئية ان الملاحقات القضائية والكلام ده كله بانه هو بيعمل محضر لها خيمة وبيحفظ في الاخر اه 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 انا ما عرفش فجأة اكتشف انه هو ما عرفش حاجة عن برج باسمه وخبال حضراته هو فعلا من صاحبه لكن هو ارتضى على نفسه ان الاوراق تتعمل باسمه مقابل مبلغ معين المبلغ ده لا يتجاوز عشر تلاف جنيه وخمشار الف جنيه في حين ان المالك الاصلي للعقار والبيت بيحمي نفسه بالعشر خمشار الف جنيه دول وبيبعد عن قصة الملاحقات القضائية ويخلف براته تانه هو كده ايه يعني زي ما بيقوله كده ايه بعيد عن الكلام ده هذه قصة الكحول وعشان بس الناس تفهمن ان احنا تتقال كتير وتتسمع كتير ده سيد رئيس الوزر ذكرها في المؤتمر اللي كان عامله قال لك احنا يعني الكحول وصاحب العقار وهو بالضبط حدك يعني بقيت كلمة يعني درجة مع الناس ومحدش عارف هو مين والهين لعملة واحدة صحيح الكحول والعقار وصاحب العقار امتى روح اقدم على مصالحة ويقولولي لا شكرا انت ملكش في الموضوع ده القانون في المادة الاولى منه القانون 17 بسنة 2019 حدد 8 حالات تحديدا الحالات التي لا يجوز فيها التصالح يعني ما تدفعش وما تقدمش وما تتعبش نفسك تمام لا تقدم طلب ولا تدفع جدية لان الطلب في الاخر هيرفض وهضيع عليك الفلوس وهتقعد ايه تجري على الفضل الحالات ديت الحالة الاولى اللي هي الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية يعني ايه انا النهاردة وانا بقدم الطلب بتاع التصالح بيقولي لازم وانت بتقدم الطلب يكون حضرتك ما قدم تقرير من مهندس من مهندس نقابي معتمد كبير يقول ان العقار ده صالح للسكنة يعني ما فيهش اي مشاكل ممكن يقع او يحصل له مشاكل لان هم بقدم الطلب في لجنة بتنزل تعاين فلو لقت العقار ده ايه للسقوط او غير صالح للسكن هترفض الطلب اذا انت النهاردة لو عندك عقار ما فيهش سلامة انشائية ما تقدمش طلبه ما تدفعش جديد تصالح الحالة التانية التعد على خطوط التنظيم يعني واحد طمع في الشارع عندنا الشارع ستة متر راح داخل متر واخد متر من الشارع ورح باني البرج بتاعه مش هيقبل طلب التصالح لانا تعديت على خطوط التنظيم خدت متر مش من حقك من املكة دولة ده الشارع ده ملك دولة فانت اخدت متر وطلعت مش هيعمل لك تصالح يعني انا بحسبه على المخالفة في نطاق حدود الارض بتاعته نطاق حدوده ما يفيش تعدي ما يتعداش على خطوط التنظيم الموجودة ما يتعليش متر في الشارع ويبني ويقول انا جاية الصالح لا 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 فيش كلامنا هيترفض الطلب الحالة التالتة المخالفات الخاصة بالمباني الزيط التراز المعماري يعني بيبقى فيه اماكن زي اماكن الاسارية والاماكن اللي هي في مناطق زي في مصر القديمة الاماكن اللي في الاهرم لها طبع معماري مميز شوية فما يفعش تيجي تعلي عليه وتقول لي انا جاي اعمل طلب تصالح تجاوز حدود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران يعني ما تجيش جنب مطار القاهرة والمطارات الموجودة وهم عالين ان العقارات هنا الارتفاع لا يتجاوز عشر ادوار تروح انت بني اتناشر دور وتقول لي انا جاي اتصالح في الدورين الاثناشر لا يجوز مش هيقبل الطلب فما تلاح نفسك وما تدفعش وما تقدمش الاراضي المملوكة للدولة هنا بقى دي قصة طبعا واحد ارض املاك دولة راح بني بيت واقعد وانا جاي النهاردة اتصالح لا 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 ده فيه قانون صدر قبل قانون التصالح بيقولك قنن وضعك مع الدولة يعني انت وضع يد على اراضي املاك دولة قنن وضع معاه اشتري من الدولة وبرضو لجنة وحددة السعر فانت مش هتعمل تصالح على المباني المبنيه على املاك الدولة اللي ما تعمل الاول تقنيين للارض مع الدولة يعني كده عندنا مرحلتين للناس اللي بانيها على اراضي الدولة مرحلة الاولى تقنين الوضع تقنين الوضع مع الدولة ده يخلصوا ويمشي فيه خالص دي يخلصوا الاول وبعد كده نخش في التصالح على المباني على اردك بقى ما كده بقت اردك افترضنا أنه ملحقش الفترة تستماح لقانون التصالح لا ما القانون ده صدر بقى له أكتر من سنتين من 2016 طيب لو إحنا جينا قلنا دلوقتي أنه أنا باني على أرض دولة تمام حدائك ولما قانون التصالح طلع يعني ظهر تمام فبدأت أنا أقول أنا هتصالح وهقدم وقنن والكلام ده كله لو أنا ملحقتش أنه الفترة المسموح بيها لقانون التصالح إيه الوضع القانوني في الحالة دي هو حضرتك دلوقتي المفروض لما صدر القانون الأولاني بتاع تعديل الأوضاع مع الدولة حضرتك قدمت تمام تجيب ما يفيد لأنك أنت قدمت والطلب مقدم برقم كذا ودفعت مبلغ كذا اللي هو الربعة أو العشرة في المية اللي هم قالوا عليه تمام وتقدموا مع طلب اتصاله هيقبل يعني هم مش هقولو لك لأ طالما أنت خدت خطوة في التقنين مع الدولة أصبحت دلوقتي فيه جزء عليك على الدولة فلوس مرتبطة بتأسيد المبلغ المتبق بعد الدفع المقدم وعندك الجزء الثاني اللي هو التصالح على المباني لأن أنت مجرد ما عملت التصالح مع الدولة فأملكها بقيت مالك تمام بنيت بدون ترخيص ترجع تخش معاه في قانون التصالح وتعمل تصالح تبقى للقانون 17 لسنة 2019 تمام يعني هي لفة كبيرة قوي لازم يبقى الموضوع يعني مفهوم والخطوات كل خطوة فيها محسوبة انت امشي قانوني ترتاح تمام يعني انت القانون بيقول ايه امشي معاه انت النهاردة تعدت على أملاك دولة ما تقوليش أنا تعدت على أملاك دولة ما ما معرفش لا انت عارف طب ما هو تعد على فيه ناس تعدت على أملاك الدولة وبني على أملاك الدولة وبيوصلها كهرباء ومية وكل حاجة ما احنا قلنا بقى فيه فساد في المحليات ما هو الفساد ده كان مقنن ما هو الفساد ده كان مقنن يعني العداد الكود مش ده كان حلاك للمباني المخالفة وكان يعني في فترة من الفترات بموافقة الدولة طب ما هو ده مش فساد ولا أنا كنت بهدي الناس أو بدل الناس شريحة معينة ما هو أنا نقولي اللي علينا ونقولي اللي علينا حضرتك الدولة ساعت يعني بتغض الطرف في أوقات معينة مع عجزها يعني هي عجزة عن توفير مساكن للشباب وكانت في مرحلة معينة عجزة عن توفير فرص عمل للشباب وعجزة عن بناء مساكن لناس كتير جدا فبتبدأ تغض الطرف شوية هو غض الطرف ده اللي خلاني أبني اللي إداني الجرأة أنا وغيري 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 إن أنا أبني ما هو أنت بنيت النهاردة ماشي أنت غض الطرف خليك بنيت خليه دخلت لأ أنت بنيت وبعد كده غضت الطرف تمام وبالضبط لأن هي مراحل مختلفة أنا بعد ما بنيت هم غضوا الطرف غضوا الطرف ودخلو لك مرافق ودخلت بطريقة ملتوي هنا بقى في مسئولية ايه؟ مشتركة ما بين المالك والدول هو مش مساء جزئي هو كان اتجاه في وقت من الأوقات زي ما حاجبت قول هو اتجاه لأن الدولة كانت في التوقيت ده حضرتك النهاردة أنت تعرف المعدد المخالفات اللي ما بعد 2011 تجاوز 3 مليون مخالفة أو 3 ونص مليون بعد 2011 3 ونص مليون مخالفة يعني أنت ما حصروا المخالفات 3 ونص مليون مخالفة خلي بالحضرتك المخالفة دي يعني إيه؟ يعني أنت ممكن برج كله مخالف 11 دور 11 دور دور فيهم 22 شقة 22 شقة دي مخالفة هي بتحسب مخالفة واحدة فما تجي تضرابها كتير 22 مخالفة في برج فمش 3 مليون ونص دول اللي هو العدد بتاع الشقة لا ده عدد المباني والعقرارة آه كل مبنى لوحده فانت النهاردة ما عليشش يعني دخل هو مرافق لخمس دوار وغض البصر وما خادش باله وعمل نفسه مش من هنا طيب خلاص دلوقت أنا عايز أحسن وضعك كمواطن وعدلك الوضع وكمل لك 11 دور مرافقهم سليمة ما فيه ناس قدرت وناس ما قدرتش يعني فيه ناس قدرت تدفع وتخلص وتدخل مرافق وفيه ناس ما قدرتش أنا بساعد اللي ما قدرش وبعاقب اللي قدر ودفع ودفع بطرق ملتوية تعالي ادفع ليا بطرق شرعية عشان يدخل لك مرافق أنا بساعد اللي ما قدرش ده زي إن أنا بديلهم ساحة وقت زيادة أو بقللوا الأسعار دلوقتي أنا بقللهم ساحة يعني هو النهاردة حضرتك إما نيجي نقول هنقس على صاحب شقة أنا النهاردة اشتريت شقة في عمارة مخالفة طب أنا زن بإيه أنا النهاردة القانون بيحميني أنا راجل ما عنديش جريمة عشان أعاقب عليه ولا في القانون 119 لسنة 2008 في عقوبة لمن اشترى شقة مخالفة مخالفة ولا في قانون 17 لسنة 2019 عقوبة لمن اشترى شقة مخالفة وبالتالي لا جريمة ولا عقوبة بدون نص يعني أنا ما قدرش حاسب صاحب الشقة وده الجدل المصر دلوقتي أنا حاسب صاحب الشقة اللي اشترى شقة مخالفة على أساس إيه على أي جريمة ارتكبة لا بس استنى أنا عندي جزئية تانية انت مش واخد بالك منها انت اشتريت الشقة لكن المالك العقار هو عندي الحكومة هو صاحب العقار وصاحب الشقة لأن انت ملكيتك ما تسجلتش بالنسبة للدولة عند الدولة طيب بمناسبة المالك والمشتري المالك الأصلي والمالك الشقة لو المالك رفض ان هو يروح يمن قلوة التصالح او هو يروح يمن تصالح هل ده راجع على على مالك الشقة بصة حضرتك هنا الجدل اللي أسير ما بين مالك العقار ومالك الشقة أنا صاحب عقار عندي عقار 11 دور فيه 10 شقة فيه 11 شقة 20 شقة أيام كان وبيعت الشقة ومشيت او كحول وبعت الشقة ومشيت في الحالتين او صاحب عقار ومات كمين فاحنا عندنا هنا جزئية هل صاحب الشقة هو المسؤول عن تقديم طلب التصالح ولا صاحب العقار هو المسؤول عن تقديم طلب التصالح من ناحية القانونية زي ما قلنا لا عقوبة ولا جريمة بدون نص ده في الدستور وفي القانون ما أقدرش حاسب واحد بدون ما يكون فيه نص عقابي لهذا الفعل اللي ارتكب طيب هنعمل ايه هنعمل ايه احنا دلوقتي انا راجل قاعد في شقة طب ايه اللي ممكن يحصل لو انا ما قدمتش طلب طب هيقطعوا المرافق من الخسران انا كان راجل مقيم في الشقة وقاعد في الشقة ومستغل للشقة طب صاحب العقار ما هو مش مضرور في حاجة يبقى حضرتك النهاردة هل صاحب الشقة يقدم طلب تصالح ولا ما قدم لا يقدم طلب تصالح بس ده برضو التعديل اللي سامح بي لشقته لشقته اتقبل طلب التصالح لشقته السابع بالضبط وقدمت طلب تصالح طب الثامن والسادس ما قدموش هنعمل ايه هيزيل لا مش هيزيل العقارات المأهولة بالسكان ما بيتمش ازالتها مش هتقدر حكومة تزيل حتى لو ما قدمش طلب تصالح حتى لو ما قدمش طلب تصالح بس هيعمل ايه هيقطع الخدمات كهرباء غاز مية اذا النهاردة ايضاب الراجل اللي تصالح اللي تصالح خلاص مش هتقطع عنده هو هيقطع عن الشقة عن الشقة المخالفة اللي ما قدمتش طلب تصالح اصبحت الشقة النهاردة اقعد بقى حضرتك في شقة لفاق وهربة ولا غاز ولا مية يعني بيستعجلونا في عشر سوين القانون لصالح المواطن ولا لصالح الدولة لصالح المواطن القانون لصالح المواطن واحد اثنين ثلاثة ايبا واحد اذا قدمت طلب تصالح وتم قبوله اصبحت مالك للشقة بمستند رسمي ما انتش محتاج لا تعمل دعوة صحة ونفاذ ولا تروح تسجل شهر عقاري ولا تعمل الكلام ده خلاص الشقة اصبحت ملكيتك وعند الحكومة معترفة بملكيتك للشقة اثنين دخلت لك جميع المرافق الموجودة سواء غاز كهرباء ومية ومش هتقدر تمنع عنك الكلام ده وهيبقى بصفة رسمية اذا النهاردة انت استفدت من الشقة نفسها غلية لو هتحسبها بالتجارة قيمة غلية قيمة غلية ليه لان انت معاك شقة اصبحت مسجلة عند الحكومة باسم حضرتك فخلاص النهاردة ما انتش محتاج بقى جيب شهر عقاري ما انتش محتاج صحة ونفاذ الشقة بقى اسمك خلاص بقى ليك مرافق ممكن تتعامل معاها بصفة رسمية وقانونية فالنهاردة انت اصبحت مالك ملكية كاملة متكملة اصبحت النهاردة ليك مرافقك كاملة متكملة ورسمية وبقى الزام على الدولة تدخلها لك مش مفتوحة ده الزام على الدولة انها تدخل لك كل المرافق دي نشكركم وانا تمنى نكون ان احنا قدمنا استفادة كويسة عن قانون التصالح وتكلمنا في نقطة اعتقد ان هي بتوضح كتير قوي الفكرة من قانون التصالح ونسهل على نفسنا الاجراءات ساعدنا بكم وان شاء الله تكونوا استفدتم معنا وان شاء الله لنا اللقاءات تانية في الاسبوع القادم يوم السبت الساعة 4 سلام عليكم